أهلاً سامية أهلاً بك الظهور أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى الجولة الثقافية والتي سنفتح فيها النقاش نقاش فني وذلك بحضور فنانين أصدر ديو غنائي في الفترة الآخرة ولقى نجحاً كبيراً وهنا نتحدث عن شابنا ريمان أهلاً بك أهلاً بك أهلاً أختي عيشك أهلاً بك سامي كتاني أهلاً بك أيضاً مرحباً بك أختي لازيزة يا تيك السحر بدايةً ألف مبروك على نجاح أغنية الغابة الشابة إبارك فيك ونجح تحية كبيرة الجمهورة واللي كان سبب في نجاح هذه الأغنية طيب بدايةً كيف كان جا تعاون بينكما؟ كيفش جا تعاون أنه فكرة ديو ثنائي يصور على شكل فيديو كليب وبطريقة عصرية أيضاً بيانسور تعاون جا كيفش كنت أنا كنت في الدار جيتاً في ستوديو كنت نخدم في في دي ميزيك جدت تعي دي مورسو جدتني جدتني لشانسون خبزور ما نريماني عاقل شفتها قلت بورك وابا ما نعيدش نريمان اللي عندها مبالفوة وراحت شغل ولت ما هيش حياه عايتت لها تصلت بها وبدأ لقيت العائلة تحهم يعني شغل ولنا عائلة وحدة خدمنا عمل من القلب كما يقول الإنسان هذا هو السبب الأول اللي خل الأغنية تنجح طيب مدام أنت تحدثت سامي عن غياب بناريمان ما هو سبب غيابك والآن عدتي بديو مع سامي سبب الغياب كما يقولو كي تعرفي في الآوينة الأخيرة كان واحد ستيل من الغنارة يعني كما نقولو احنا شوية رادي وفعلي هذا نجبت وكان وما نكدبش علي كنت في حالة تهميش يعني أنا كنت مهمشة في الوسط الفني بوما ما حابش نحكي على التفاصيل ولا الأسماء ولا ولكني كنت مهمشة بزيف وفي الساحة الفنية شفت هاب اللي راحت في واحد الطريق اللي أنا محبيتش هذيك الطريق فلي هذا جبت شوية وقعت نتفرج ونشوف إلى أن جاء أخويا سامي كاتاني قنعك سامي بكلمات بيانسوغ ليلة مم لوستيل تاعو كنت بزيف 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 نتمنى باش نخدم هذا كالوستيل بالدد جميل جدا طيب اقتنعت بالكلمات أيضا لأنه لما نتحدث عن الرأي وللأغنية يعني بشكل عام في الجزائر نتحدث عن نوعية الكلمات وأيضا للألحانة بيانسوغ اقتنعت بكلمات سامي كاتاني وقتنعت بلوستيل تاعو وقتنعت بالعمل تاعو شكرا وفرحت بزيف كي خدمت معاه مامنا ولا غير مامنا أنا قلت لك خدمة من القلب خدمة من القلب تلحق طيب حتى يعني هذا الأغنية وكلماتها وإلحان أيضا أنتقدت قالوا أنه فيه تقليد البعض الفنانين أيضا من ناحية الأسلوب الأغنية وأيضا حتى تصوير الفيديو كليب وعطيني تقليد تاع من؟ مثلا تقليد تاع فنانين يعني كلهم كين فنانين مثلا سول كينك كين يعني مثلا عن ذلك تقليد لسول كينغ الغناية قصدك تاعشى الأغنية الغابة الشابة تعاون أنا وناريمان كان تقليد لسول كينغ فيه نوعا ما هناك من قال ذلك لم أقول أنا ذلك هناك من قال ذلك على البالي شفت شوية هذه الكومنتر اللي قالوا ذلك ما هي وش رح نقول لك كان الكومنتر اللي قالوا كاك باسكو يهضروا بشي يهضروا هذه ده يعني عندو مستقصدين في النقد سامحيني نون أنا النقد نتقبلو بينما راح ينقدوك ما كانش إنسان ما دابية يزيدو النقد وينما يزيدو النقد وينما نزيد الانرجي ما نزيد نخدم قالوا راك تتعاندع سور كينغ راك تخدم في السل سور كينغ ده بخيمو كما يقول إنسان سور كينغ موش غير يخدم في السل اللي فيه صوت الفيراج اللي فيه صوت الصد بتاتركينين كما الألحان الألحان تعنعو البارول البارول تعنعو بالك شوية طريقة كما نلبس ليلينات حتى بينهم باللي عراني نقلد في سور كينغ وعلى كل حال انه سور كينغ إنسان شخصية محترمة ونشتيه ونوجه له تحية كبيرة كنت نلعب في التيران نلعب في التيران نورمال كيما دركت الرأي يختاره واحد ويغنيوه كله واحد يخرج الرأي بصح الناس كل قد تغني الرأي هذا التيران سور كينغ دخلت فيه وبدأت به ونسيبه لديفلوب به والحمد لله هراني ديفلوبيت كيما صوت الفيراج صوت أصطاد سور كينغ ما يخدمش به صوت أصطاد سور كينغ ما يخدمش بالعربية بطي تيرانين دي مرسولين ينتقدوا عليهم ونجدهم ينتقدوا ونحن لهم ينتقدوا إن شاء الله يزيدون انتقادات ربما لكي تتحفز أكثر طيب أعود لكي نايمان أيضا أنت قدتي في الفيديو كليب قالوا أنه سامي ظهر أكثر منك ما بأنا الثاني أنا أصحابها. أنا أصبح أفضل. لا تنظر من خدمة من القلب. فأنا أحسابه أن يكون عملك أفضل بكثرة. هذا هو ملاحظة عدد صغار. هذا هو الأمر الذي يجب أن يتواجههم في عمرهم 15 إلى 18 عام. المساكن صغار سمع العبد. لا أحدهم. أنا أحسابه للعبداية. لم أتبعنا لهم. لا تنظر. لا أزالك ما هذا لا أخذ من القلب نحن سنكون من قبل الحين سنكون سيتم مستدرون ونحن نرى لكن نحن أشترون إلى نقطة سوف أفضل موسيقى 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 بالنسبة لنجاح الأغنية وما حققتها من نسبة مشاهدات هل ربما تفكروا أيضاً في أغنية جديدة خاصة أن فكرة الديو في الجزائر ليس منتعشة كثيراً كما دول واحدة أخرين أن نلقاوه الثنائيات في الفن هل ربما تكون في أغنية جديدة بعد الغابة الشابة؟ موسيقى يكون أغنية جديدة سؤالنا لمن وحدها أو سؤال الديو وبيناتنا أنا قلت لك شتي مدام طرحت النية صحيح نحن كنا نحوس أسهل الحاجات هي النية النية كينا بنتنا الحمد لله بين عائلتي وعائلتهم نحن نقول ماذا نحن نخدم مع بعض أنا لديو ينخدمهم كان لديو ينخدمهم ومساعدهم 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 نحن نحن نتعاون حقيقة في الصحة الفنية ما تدعونه هذا التعاون الكثيف بين الفنانين بسكو 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 يحسدون بعضهم الفنانين الجزائريين تعتقد هذا الحمد لله لا نحن نحن نخلط به ومعنا علاقة مع حتى واحد حلا حكمين سابعنا في زوج راننا نخدمهم في خدمتنا وان شاء الله هم جايين على الجمهور غير ينتظر الحمد لله تفضل للك الكلمة حتى كما نقوله في الصحة سامي الشي اللي داروا معايا نشكره بزاف عليه وقبل ما نعاونه فنيا نعتبره كأخي كلي زعم أخويا وروحا بينجح كما نجح أنا ينجح أخويا فلهذا نتعاونه أنا وياقب يعني ما نتعاونش معاك كما نقوله زعمه باش نقوله فنيا ولا نتعاون معاها وكأنه أخو يافا لهذا لي ريحت بس وساند أيضا وساند ريافة لهذا ريحت معاك هذا وش حبينا كم تفهموه جميل جدا طيب انت حثوا أيضا عن الفن والصحة الإعلامية في الجزائر وما حدث فيها بسبب جائحة كورونا أنه إلغاء كل الحفلات وكل شيء هل تأثرتم أنتم كفنانين شباب صعدين وعندكم جمهور أيضا هل تأثرتم بالجائحة؟ بيانسور تأثرهم بالجائحة بيانسور مكانش واحد متأثرش بها الجائحة كورونا طيب ما هو البديل بالنسبة لكم من توم الآن؟ كيفاش ما هو البديل؟ ما هو البديل أنه الفن في الجزائر يجد كورونا قضيت عليه بالتدريج؟ أنا لم أقضي عليه لأنني أستاجيار في موضيف طيارة بيانسي مع أراجيلي سوف يجب أن تقفله كامل حبست منه لغنا كيف كيف حبست منه؟ ما نفعل؟ نحبس أن نفشل؟ لا 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 ما هو يوتيوب؟ الكثير من يضع فيديوهاتي ما هو في اليوتيوب؟ قصدك تدخلي منهم أكيد لأن اليوتيوب يدفع ويطلق القليل كما قلت العمل تاعتك حبست نحن نفكر منه 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 نحن نفعل زماني ويوجد يوتيوب يوجد في اليوتيوب في مليون تدسن كونتور أنا بالنسبة لي جمهوري نقولوا يرفع علينا هذا الوابع بسكو كذلك باش توصل لرسالة أغنية درتها للجمهور ما القريح نرى يوصل للرسالة بس حب الحفلة تزيد توصل كتر وكتر وخفلة تزيد توصل ويدي ثاني حقول فينا نحن نتعب وقاعدين نخدم وقاعدين منا يعني لعب تكون مجاشا انتليجان شوية ويعرف كيف شيئش ما جابش فانس ما نقدروا بسكو نخرجوا بزاف ندخلوا المدخل ما كان ما كان حفلات كم كانت الميزانية على الأغنية مدام ذكرت عن الميزانية عدد الميزانية الأغنية ما نقدرش نقولك على عدد الميزانية الأغنية بالتقريب سامحيني كلامك كبير أنا في السوديو في الدار هذه هي الحاجة التي معاونتنا أنا في السوديو في الدار عندي صاحبي أوباي مجرحة تحية كبيرة هو لي ميكسيري لغنى هاي تعرفوا ناريمان صاحبي أنا وناريمان أوباي لا يوجد أن نسلقه نسلقه تلي سيتي دي أس آرت في الدار لنسلقه تلي سيتي نسلقه نصحبي بالنسبة لناريمان وش دارت خلال فترة الحجر وأيضا إذا أثرت عليك كورونا بيانسوغ أثرت علي أثرت علي حتى مش شغل بالنسبة للفن ولا أثرت علي بسافة شغل مدابيه كل شي حابس كل شي مكاش مدابيه لو كان ربي يرفع لنا هذا الوابع لتحل شوية الحالة نوصلوا رسالتنا نتلاقوا بجمهورنا من طرف الحفلاتك يح تلاقي بالجمهورتاعك توصلي رسالتك بزيف حاجات والدولة تانية نورمو توصلي رسالتك نورمو تتهتم نورمو الناس اللي راهي في مناصب الوزارة أو المالبالي شوين تهتم يلقى وارتيست قاعد يخدم ومن قلبه وصغير وحار في البلدان الأخرى يعاونوه يلقاوه بالعكسر يشوفوه شغل حاجة يعاونوه بش يزيد يطلع بش يزيد ينجح هنا ممش سامعين بيك خلاص واحد يحضر كلمة الحق نورمال حرية تعبير وهذا رأيي نحضره عادي طيب انتو ما استفدتوا من منحة كورونا؟ ما استفدنا من حتى منها قدرتوا طلب أو؟ أنا 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 أخشي نريمان أنتو أنا أنا استفدت حتى من حالي عندي دراهمة اليوتيوب من حتى مكة من دي بمتسمني من نافيق زماني من نافيق حياتي من ضب الراسي طيب بالنسبة لك نريمان؟ لا الحمد لله استفدت من منحة هديك اللي بدوها لكن كانت على دفعة واحدة نبعيشي لا تكفي الفنان يعني في عصر ما تكفيش الفنان خمس ملايين أعتقد هي خمس ملايين ما يشاها تكفي الفنان ولكن جاوبتك حاسكي قلت تيلي استفدتي منها قلت لك الحمد لله يعني واحد باش ما يكدبش في كل مسته كانت من المفترض أنه المنحة هدي تكون على ثلاث مراحل بيانسوخ باسكو الفنانية ولكن من كنا نحن نتعرف في الحجر بحبثنا ومكان وانا نحن 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 نتعلم عن دعم من عند الدولة لا يتعلق لك لك ألا بل كبير من أن يتعلق لكي لك ألا بل كبير منطبا أو فتح المصارح وعلى أقل فتح المصارح وحفلات أتأكد كلم كبير نحن نجاح والنجاح 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 والشعب حبنا شعب حبنا منين؟ من الفيديو لايف وضع كاميرا وصور فيديو لائف في دار لدي سيديو في دار دي اس ارت تماما كما سكايروك باها كمشتو في الفيديو فيديو لائف إيماجين كتابة الغنيات الأخرى درناها بكلب كلب كما تعليدها لم يشافوها محملة كلب كما هذا مع الغنيات لي فهم صح له هذه لازمودي موين نحن نقدر نحن نسيح لذلك نحن نستطيع الهتم بكلب نعم بس حال الدولة تحتم بشي هذا بالنسبة للفنانين تلقيتوا الدعم من عندهم مثلاً أنه تصلوا بكم قالوا لكم ألف مبروك على نجاح الأغنية مثلاً الفنانين تلقينا دعم من عندهم ومن كبار الفنانين مثلاً الفنانين اللي تسمالي كما عندي أصحابي فوبيا فوبيا وجهلوا تحية كبيرة تلقيت من عنده الدعم بزي مسكين أنا باكن حط غنائب لا يلقاه يبرتاجي هديرك تنحط فيديو يبرتاجي نحسو بالإنسان حبي يعني كاين حتى الفنان فيصل مينيوم جولوا تحياتكم كاينين بعض الفنانين اللي ماهم شي كون اللي هل يحبون عونا وهم دون لن وجودهم تحية كبيرة حسناً كون لتصل بك سامحني بركة مقاطعة كون لتصل بك نريمان وقلق ديك على الأغنية وعودة ملاحة للصاحة أنا اناشت الكومونتار ترغيله وكومونتاري وتفاصل من لجهة والتحية وكذا لك كي المنطف سلتشتهم بفنانين بسبب كل الاخت ديالي يليشد الشخص وقاميكم برأس للجيريوني وقعتنا برأس للجيريوني وبتعلمهم ورأس للمشاهدة وقامينا برأس للمشاهدة وقالي أرواحي يمكنني أن يكون هناك إسرائيلة ولم يتم تنظيم الأساسية وغيرها وقالوا للناس بشكل ترسلون الوزعي وقالوا كم يفعلوننا وما نعطينا وقاموا برأس للمشاهدة يجب أن يتبعون بأنه يجب أن يتبعون بأنهم أعطيهم الصحة ويجب أن يتبعون بأنهم صحة ويجب أن يطلبونهم صحة ويجب أن يطلبونهم صحة جميل جدا نوصلوا في منصات قلبها أربيض وحتى في ساحة الفنية لديها سمعة جميلة جدا طيب أنت حدثوا نريما عن التنمر أنت تعرضت التنمر على منصات التواصل الاجتماعي يعني تعليقات سلبية ها تعليقات سلبية ولكن كما كان يقول أخونا سامي من هذه التعليقات يزيد الإنسان يتحفز أنا تلقي تعليقات وين يكتبوا ما تشوفش نور مالما تشد السبحة وتقعد السبح واحد تعليقات اللي ما عندهم حتى معنى ما عندهم حتى معنى يعني منصات تواصلت أو تؤثر نفسيا ثان على الفنان نكدب عليك في الأول أطرت فيها شوية ولكن بعد يقول لك يقول لك ما نتعلم حتى نتألم هدية وما الانتقادات تزيدها عزيمة أكثر بانسوق تزيدني عزيمة أكثر وتزيدني قوة أكثر وتخليني زيد المد أكثر وأكثر وتعطيني حتى القدرة وكل اجتماع دربي وفقك إن شاء الله نريمان سامي شكرا جزينا لكم لحضورك ما في النشرة الثقافية شكرا لكم شكرا ظهور لك الخط شكرا لك يا سامي